أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أكد مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف المجالات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نتاج الشراكة التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وأشار سموه إلى المستويات المتقدمة التي بلغتها أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات وأهمية الاستمرار في تعزيزها بما يفتح أفاقا أرحب على كافة الصعود جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بالسفير الأمريكي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده متمنيا له التوفيق في أداء مهمه لافتا سموه إلى أن ما تحظى به العلاقات البحرينية الأمريكية من اهتمام متبادل لتطويرها يسهم دوما في تنمية أطر التعاون والتنسيق المشترك تحقيقا للمصالح المشتركة وبما يعود بالخير والنفع على الجميع هذا وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر